اه 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 ا الاكل اللي احنا بناكله بيتحرق بسرعة. فبالتالي ما بنستفيدش من الاكل اللي احنا بناكله. فمهما اكلت ما يبانش عليه. ده هو السبب. ممكن يكون مسلا فقر الدم. الانيميا احد اسباب برضو ان حافة فقد الوزن. اه تقول انت بتاكل وكل شيء لكن انا عندنا اه فقر دم وفقر الدم كفير ان هو برضو ما يساعدناش ان احنا زيت في وزننا. مرض السكاري. لقدر الله لو عندنا مرض السكاري برضو ممكن يبقى سبب في فقدان الوزن. امراض الكيلة والجهاز الباولي. لو احنا عندنا مشاكل في الجهاز الباولي او الكيلة. برضو ممكن تبقى سبب فيه. اه ممكن بعض الامراض المزمنة ممكن حساسية من الاطعمة معينة. ممكن يكون مسلا مرض السرطان لقدر الله. السل الدرن كلها دي امراض مزمنة. ممكن تبقى سبب في ان حافة فقد الوزن. او ممكن تكون بعد عملية جراحية او نقص فيتامينات ممكن تكون موجودة في الجسم. ممكن تبقى سبب في ان حافة فاقد الوزن. برضو يكون عندنا ديدان في الامعاء. الديدان في الامعاء برضو ممكن تبسل في ان حاجة فاقد الوزن. عملنا كلها دي عملنا التحاليل اللي نتأكد ان احنا ما عندناش مشاكل. والمشاكل العضوية ستبعدناها. بحش في المشاكل النفسية. المشاكل النفسية ممكن تكون سبب يعني ضغط النفسي والتوتر والتفكير في الشغل كتير والتفكير في المواقف اللي بتحصل في حياتنا والدنيا صعبة ودنيا وحشة والناس وحشين. وما فيش حد صالح ده كله بتاع مصالح وهدي الاشياء. وكل هدي الاشياء اللي احنا ممكن نكون بنفكر فيها بشكل مستمر. كافية لان هي تدمر حالتنا نفسية وتخلينا نعيش في تفكير شديد وحال نفسية وضغط نفسي وضغط عصبي. فلو بند نصيحة لشخص مريض نفسيا. او عنده مشاكل نفسية معينة. او عنده عصبية. بنقول له ممنوع العصبية. وبنندي له بعض الفيتامينات اللي بتراحها الاعصاب. مع ان احنا نمشي على نظام جزائي. الفيتامينات فيتامين ده. الفيتامين بي 12. املاها الكالسام والماغنسيوم. وبناخد بعض الفواتح الشهية. مسلا مشروبات اللي بتبتعي الشهية. زي مشروب البيغونج والينسون والحلبة والبراوية. نمشي على نظام جزائي معدلينة لو احنا ما عندناش اي من الشكل صحيح.